الحقيقة الوضع في السودان سيء للغاية ناس كتير جدا بتتكلم عن المقاسي اللي حصلة في السودان في الايام اللي فاتت وعن المشاكل اللي قوات حمدتي المدعومة اماراتيا نعملها تعالوا نشوف مع بعض كده ايه اللي بيحصل في السودان في الايام القليلة الماضية الحرب مستمرة بين الجيش السوداني بقيادة البرهان ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من شهر من 8 شهور من شهر ابريل اللي فات في انتشار واسع لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان بعد ود مدني وتقريبا هيسيطروا عليها بشكل كبير بيتقدم الدعم السريع ايضا جنوبا سيطر على عدة مناطق في ولاية سنار المجورة وتأجل اجتماع مقرر بين عفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حمدان حمدتي في جيبوتي وبالتالي احنا امام مجموعة من التغيرات الاقليمية منها كمان ان ابي احمد دخل على الخط استقبل محمد حمدان حمدتي بعد زيارة اغندا في اول جولة خارجية له وهناك يعني دعوات لتسليح المدنيين كمان فاحنا دخلين في حرب اهلية مباشرة مش بس ما بين ميليشيا مسلحة وجيش اه نظامي الحرب ادت لنزوح اكتر من سبعة مليون سوداني وفقا للامم المتحدة وسقط اكتر من اتناشر الف قتيل حتى الان وفقا لمنظمات اه حقوقية احنا بنتعامل مع اه مشهد سوداني سيء للغاية في عدد منه المشاكل اه سكاي نيوز بتقول ان مصر بتجلي عدد من الطلاب العليقين بااااو اد مدني في السودان لان الظروف فيناك اه سيئة بشكل كبير جدا اللي انا عايز اختم به الحقيقه الحلقة وعايز اختم بيه كمان الاااا يعني الفقرة دي هو مين السبب في اللي حصل في السودان هو السبب في اللي حصل في مصر هو السبب في اللي حصل في ليبيا هو السبب في اللي حصل في سوريا هو السبب في اللي حصل في اليمن هو السبب في اللي حصل في كل بلد عربي عاش مشاكل وانقسامات وتوتر سياسي ومجازر ومذابح وسرقات وانتهاكات لحقوق الانسان ابحث مش عن المستفيد ابحث عن العقل المدبر عن الاخطبوط الاماراتي دور على عيال زايد اللي خربوا بلدنا وبلادك وبلدهم وكل البلدان العربية ما دخلوا قرية إلا أفسدوها يعني فعلا والله ما دخلت الإمارات مش الإمارات كشعب ولا كبلد ما دخل عيال زايد بلدا عربي إلا أفسدوه مش عايز يعني أعد أكمل الآية عشان ما بقاش بجيب آيات القرآن وبلبسها مواقف لكن فعلا والله الإمارات أفسدت مصر على أهلها على ثورة شعبها على أول تجربة ديمقراطية وجاءتنا بمسخن ركبته واشترته وباعته وفعلت به الأفعيل وهو راضي ومتقطئ الرأس عامل زي الرقاصة اللي في كابريبي نقطوها فبتنزل تلم النقطة وهي مبسوطة عبد الفتاح السيسي دخلت ليبيا قسمتها ودمرتها ومولت حفتر لحد ما كان هيدخل العاصمة لولا التدخل التركي اللي حصل بعدين دخلت سوريا برضو عبثت في سوريا كما عبثت لحد ما الحمد لله سوريا أنتوا شايفين بقى وضعها عمل إزاي لو دورت في لبنان هتلاقوا الإمارات لهيد كل فلول الأنظمة وكل الفاسدين وكل البؤر السرطانية في كل البلدان العربية جمعهم محمد بن زايد في أبو ظبر من تونس لليبيا للسودان لمصر لليمن كله لفلسطين هتلاقي كلهم هناك لموهم في أبو ظبر دخلوا اليمن خربوا ودمروا وقسموا وسرؤوا واستحوذوا على موانئ وجزر عشان مشروعات خاصة بيهم دور على أي بلد دخلته الإمارات أتلاقيها ضمرته وفي الآخر راح ناموا في حضن إسرائيل في اتفاقية التطبيع اتفاقية أبرهام الإمارات ودورها في السودان هو ملخص الحكاية للي بيسأل إيه اللي بيحصل في السودان نيويورك تايمز كتبت عن دور الإمارات السري في تأجيج السراع في السودان قالت أن هناك توفير للأسلحة والعلاج الطبي والدعم المالي لميليشيا قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حمدتي الصورات اطلعوا قدام حضرتكم على الشاشة الطائرات الإماراتية العسكرية لم تتوقف وكانت تتدفق إلى مطار أمجراس في تشاد تنقل الأسلحة التي تقدمها الإمارات من أمجراس بالشاحنات إلى قاعدة زروق العسكرية لدعم قوات الدعم السريع الإمارات في السودان تتخفى خلف سطار مساعدة اللاجئين رغم أن اللاجئين بيبعدوا عن المنطقة اللي بتقول أنها موجودة فيها مسافة يومين والستريت جورنال الأمريكية قالت أن طائرة إماراتية تم تفتشها في أغندا أظهرت عتاد وسلاح بدل من الطعام والمساعدات يعني بتنزلهم السلاح على أساس أنهم بيودوا مساعدات تزود الإمارات الدعم السريع بأسلحة قوية وطائرات دون طيار وتعالج المقاتلين المصابين تجلل حالات الأكثر خطورة من المصابين من قوات الدعم السريع وتوفر لهم العلاج في مستشفياتها العسكرية تقدم الإمارات مركبات عسكرية وأسلحة فردية وذخيرة لقوات الدعم السريع هذا ما تفعله الإمارات في السودان ده الدور الإمارات يا جماعة في السودان ودي مسؤولية الإمارات عن تدمير السودان وتمزيق أهله عن نزوح 7 مليون وعن قتل 12 ألف سوداني الإمارات لم تشبع بعد من الدماء العربية